الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا هما بعد الله مخفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمات وانصر إخوانا المستضعفين في فلسطين برحمتك يا أرحمة الرحمن بلغنا آخر تفسير سورة الرحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بلغنا الآية الأخيرة الآية الثامنة والسبعين تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة في الجنة ختم السورة وختم هذا النعيم بقوله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ما معنى تبارك؟ تبارك قيل تعالى وتعاظم وقيل ثبت واستقر والصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن تبارك من البركة وهو زيادة الخير لماذا نقول بأن هذا هو الأرجح والله تعالى أعلى وأعلم؟ لأن لفظ البركة في كثير من السياقات لا يتأتى معه معنى تعالى وتعاظم كما في حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك لا يتأتى معنى التعاظم والتعالى هنا فالبركة أصلها زيادة الخير تبارك أي زاد خيره جل في علان تبارك اسم ربك اسمه سبحانه وتعالى انظر إلى عظمة الله الذي يزيد خيره عادة هو الذات لكن من عظمة الله ومن خير الله ومن إكرام الله ومن قدسية الله أن هذا الخير بلغ حتى الإسم مجرد الإسم فيه خير عظيم لذلك نحن نستشفي بإسم الله سبحانه وتعالى الإسم ونستفتح أدعيتنا باسمه سبحانه وتعالى ونستفتح أكلنا وشربنا وخروجنا من المنزل ودخولنا فيه وكل أحوالنا باسم الله فإذا كانت هذه بركة الإسم فكيف ببركة الذات سبحانه وتعالى جل في علان هنا يقول تبارك اسم ربك لماذا لا يقول إلهك لأن الرب كما ذكرنا مرارا وتكرارا بأنه فيه معنى إيش التفضل والإكرام والإنعام وحين تقرأ اسم الإله مباشرة يأتي في بالك عبادتك له حين يأتي اسم إله يعني يذكرك بحقه عليك أي يعبده وحده ليكن هو إلهك ليكن هو إلهك سبحانه وتعالى أي معبودك الذي تعبده وحده لا شريك له لكن هنا قال تبارك اسم ربك أي الذي أنعم عليك وتفضل عليك بهذه الهداية ما هي الهداية؟ القرآن وبدأ بها بعدها الرحمن علم القرآن أعظم نعيم أعظم نعمة أنعمها الله على عباده في الحياة الدنيا هذا القرآن ثم بعد ذلك تبارك اسم ربك الذي أنعم عليك بهذه النعمة العظيمة في وصف الجنة ثم قال ذي الجلال والإكرام الجلال العظمة المصاحبة للهيبة العظمة المصاحبة للهيبة فالجلال هو العظمة المصاحبة للهيبة عظيم ومهاب والإكرام هي أخص من الإنعام أتاك فقير أعطيته دينارًا دينارين أياً كام إنعام لكنه ليس بالإكرام لكن الإكرام هو أن تأتي بالشخص وتضيفه عندك وتحترمه وتجله وتكرمه إذن الإكرام هو الإنعام مع كرامة أن تكرم هذا الإنسان بإنعامه مع إكرامه معاً هذا هو الإكرام الإكرام أخص لذلك رجل كريم رجل كريم ليس فقط يعني ذو كرم الذي يكرم الناس لا كريم ذو كرامة فأنت حين تكرم هذا الإنسان باحترامه لذلك أهل الجنة في الجنة لماذا جاء بهذا الإسم في هذا الموضع لأنه أكرمهم ليس فقط أنعم عليهم أكرمهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يستأذنون استئذان الملائكة عليهم أعظم إكرام تخيل الملائكة يستأذنون عليك أن أدخل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار مرت علينا هذا الإسم مر علينا قبل ذلك صحيح مر علينا حين قال سبحانه وتعالى كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال طيب هنا قال ذو وهنا قال ذي لماذا؟ لأن في الأولى ويبقى وجه ربك ذو أي ذو صفة للوجه لو قال ذي لكانت صفة للرب والمعنى كلاما يصح لكن الله أراد أن يكون هذا صفة للوجه سبحانه وتعالى وكما كان السلف يفعلون رضي الله تعالى عنهم أرضاهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين يثبتون ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى فيثبتون هذه الأوصاف صفة الوجه يثبتونها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه بالمخلوقين ولا تمثيل بالمخلوقين ولا تعطيل ويبقى وجه ربك وهنا قال تبارك اسم ربك ذي لأنه لأنها وصل الرب والرب مضاف إليه ولم يقل تبارك اسم ربك ذو الجلال لو قال ذو لكانت وصل لإسم تبارك اسمه لكن قال ذي الجلال أي وصل تبارك اسمه ربك المضاف إليه ولاحظ معي حين قال كل من عليها فان بفناء الدنيا حين ذكر فناء الدنيا ذكر بقاء وجه الله ذي الجلال والإكرام فحين فنيت الدنيا جاء بهذا الاسم العظيم ذو الجلال والإكرام وحين تكلم عن نعيم الآخرة الباقي قال ذو الجلال والإكرام فذو الجلال والإكرام فذو الجلال والإكرام باق بعد فناء الدنيا وهو مستمر باق مع نعيم أهل الجنة في الجنة طيب الآن نأتي إلى السورة بشكل سريع جدا كل سورة يا أحبابي لها بصمة كل سورة في القرآن لها بصمة لها جوها الخاص لاحظوا معي أحيانا بعض الرسمات يكون طابعها اللون الفاتح صحيح؟ بعض الرسمات يغلب عليها الطابع اللون الفضي غالب الفضي الرساصي يعني ما شيء يعني هذا هذه بصمة الرسمة هذه هي هوية البصمة كل سورة لها جوها الخاص فالله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بكلمة واحدة الرحمن الرحمن وهي صفة الرحمة وهذه الرحمة تستمر معنا إلى نهاية السورة كما سيأتينا ثم قال بعد ذلك هي الآية التي ذكر فيها اسمه وحده سبحانه وتعالى الدال على وحدانيته وفردانيته ثم قال علم القرآن من علم الله إذا ذكر القرآن وحده لكن الله حاضر في هذه الآية أيضا لأنه قال علم هو القرآن ثم قال خلق الإنسان أي خلق الله الإنسان لم يأتي بالإنسان وحده هنا الآية الوحيدة التي جاءت بتعبير الفردانية والوحدانية هي الآية الأولى الرحمن وكل ما عداها إما أن يكون الله سبحانه وتعالى ضمن هذه الآية أو أن يستخدم القرآن ثنائيات الذوات المتناظرة وثنائيات الصفات المتناظرة شيء عجيب جدا كما سيأتينا بعد قليل علمه البيان لاحظ معي ليس البيان فقط علمه إذن هناك أكثر من ذات موجودة في هذا أكثر من شيء البيان والله علمه وعلم الإنسان البيانة ثم قال هنا الآن يأتي أسلوب الثنائيات ثنائيات الذوات المتناظرة والصفات المتناظرة انظر إلى العجب العجاب الشمس والقمر ثنائي صحيح بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا لأن كلها متصلة مع بعضها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرضى مناظرة لماذا للسماء فهذا هو هذه الثنائيات أحيان يأتي بالثنائيات بصورة عامة وأحيان يأتي بصورة خاصة كقوله سبحانه وتعالى والسماء رفعها ووضع وهذه الثنائيات الصفات المتناظرة رفع ووضع أليس كذلك سيأتينا في النهاية لماذا كل هذا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط الطغيان عكس القسط والأرض وضعها للأنام مقابل والسماء رفعها والأرض وضعها لاحظ معي انظر إلى التناظر هنا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمل ثنائيات والحبذ العصفي والريحان ثنائي طيب فبأي آلاء ربكما ثنائي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجانة ثنائيات الذوات المتناظرة رب المشرقين ورب المغربين ثنائيات مرج البحرين يلتقيان ثنائي بينهما برزخ لا يبغيان متصل بما بعدها وأيضا فيها لا يبغيان ثنائي يخرجوا منهما من البحرين وزد على ذلك ثنائيات أخرى اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هنا وله الجوار المنشآت لا يوجد هناك ثنائي متناظر لكن ذكر لام الملك أن حتى الآية التي لم يأتي بثنائي كان جل في علاه متجليا في هذه الآية فقال وله لام الملك الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وجاء بها بصيغة الجمع الفرد الوحيد الذي ذكره الله في أول آية الرحمن طيب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك فناء وبقاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض ثنائيات كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس ثنائيات فلا تنتصران ثنائيات فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان طيب أين الثنائي هنا؟ طيب هنا الله ذكر زوال العالم العلوي وهو السماء هل ذكر زوال العالم السفلي وهو الأرض؟ كل من عليها فان فجاء بها بعد أن سرد هذا السياق في كل من عليها فان قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فهي ثنائي للأولى كل من عليها فان أي من على الأرض فهنا قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم إذن لا يسألوا عن ذنبه إنس ولا جان ثنائي فبأي آلاء ربكما تكذبان شوف شوف العجب فيه هنا سر يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام يا الله يعني هذا شيء غير عادي فيه سر لماذا هذه الثنائيات الواضحة الجلية في هذه السورة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون متصلة بما بعدها يطوفون بينها وبين حميم الآن والعياذ بالله يطوف أهل النار والعياذ بالله بين النار وبين الحميم الآن ثنائيات ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان ثنائي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان ركز معينا متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن يعني عجيب ترى هناك كثير من الآيات في القرآن الله وصف وصفا واحدا لكن الثنائيات في هذه السورة غير عادية حتى الأوصاف لا وصفان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثنائيات وشتان بين الأولى والثانية ثنائيات بين أحسان العبد وأحسان الرب سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان ثنائي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان ثنائي فبأي آلاء ربكما تكذبان ركز معينا فيهما فاكهة وهذا الوجه وهو العموم ويقابل العموم ماذا الخصوص وفاكهة ورمان ونخل ورمان هذا الأول الأول الثنائي هو بين العموم والتخصيص ثم زد على ذلك المخصص ثنائي النخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام طيب هنا أين الثنائي خيرات وحسان لماذا لأن قلنا أن الخيرات جمع خيرة وهي جميلة الخلق الخلق والحسان جميلة الخلق فالخيرات جمع خيرة وخيرة بتشديد الياء وتخفيفها والمقصود منها جمال الخلق والحسان جمال الخلق فهذه ثنائيات أيضا حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان متصل بما بعدها لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقريين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الواحد الأحد وحده في هذه السورة تبارك اسم ربك هو الواحد الأحد لذلك الله وتر يحب الوتر ولاحظ معي أي اسم تبارك اسم ربك أي اسم الاسم الأول في الآية الأولى الرحمن كأنه في نهاية السورة رجع إلى أول آية في بداية السورة وهو الرحمن الرحمن لذلك لأن اسم هذه السورة الرحمن فإن وصف الجنة أخذ معظم السورة لأنه رحمن ولم يأخذ عذاب جهنم إلا القليل لأنه كما كتب عنده ورحمتي غلبت غضبي سبقت غضبه فرحمة الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى لذلك معظم الوصف كان لنعيم الجنة طيب تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يعني في هذا النعيم في آخر هذا النعيم الله قال تبارك وتبارك هو استمرار الخير وزيادة الخير أبد الآبدين وفيه خلود أهل الجنة بقوله تبارك لا تخشوا موتا يا أهل الجنة حين جاء إلى آخر السورة قال تبارك اسم ربك ولاحظ معي هنا حين قال كل من عليها فان قال ويبقى وجه ربك الوجه هو الباقي سبحانه وتعالى أنت حين تتذكر حبيبا لك ماذا تتذكر أول شيء منه الوجه صحيح الوجه مباشرة كلما تذكرت الوجه خلاص هام قلبك به سبحانه وتعالى لكن شتان بين الخالق والمخلوق لكن قال ويبقى وجه ربك وجهه الذي ترى آثاره في كل ما حولك مما ذكره الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق من التصميم المتقن للكون من رحمته بك من هداياته لك من النعيم الذي ينتظرك إن صبرت على شريعة الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر سبحانك الله ومحمدك نشهد أن لا إلا أنت نستغفرك أنتو بري